أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على غزة أصبح مكشوفاً للجميع أشار أبو الغيت في هذا الإطار إلى أن العدوان هو استمرار لخطة شيطانية مفضوحة في أهدافها تنوي القضاء على مجتمع بأكمله وتمزيق نسيجه إن الحرب الوحشية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في غزة والتي يتابع العالم جميعاً وقائعها المؤلمة صارت تعكس خطة واضحة خطة شيطانية في مراميها وأهدافها إن الاحتلال الإسرائيلي لا يستهدف القضاء على حركة مقاومة كما يزعم وإنما القضاء على مجتمع بأكمله وتمزيق نسيجه وتدمير إمكانيات الحياة في قطاع غزة لوقت طويل قادم تلك هي أهداف العملية الإسرائيلية التي لم تعد خافية على أحد